أهلا بكم من جديد دون اتخاذ أي قرار ودون حضوره أنهت محكمة الاحتلال جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن ما يسمى بقانون الإرهاب أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه عضو طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة المحامي خالد زبارقة قال إن الجلسة انتهت بعد سماع لجنة كافة الأطراف لكنها لم تصدر أي قرار وطلب زبارقة اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بالإرهاب وتحويله للجنة للإفراج المبكر عنه خاصة إنه في وضع صحي ونفسي صعب آخر زيارة كانت فيه للأسير طفل مناصرة كانت يوم الخميس الماضي 16 شهر وحقيقة أنا طلعت على وضعه الصعب وصعب جدا من الناحية النفسية ومن الناحية الصخية طلعت على جروح في ضراعي على طول الضراعين هناك جروح وأيضا من ناحية الصحة النفسية هو لم يتكلم ولا بأي كلمة معي بالرغم من أنه كان بحاجة إلى أن يتحدث وأن يخرج كل ما بي داخله أيا كانت القرار الذي سيصدر عن هذه اللجنة نحن مستمرون وسنرفع قضية أحمد إلى المحكمة الإسرائيلية وربما سنصل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وعلى المحكمة أن تأخذ دورها في إصلاح هذا الانتهاكات أو أنها ستكون هي جزء وهي شريكة في الانتهاكات الحصوصية والقانونية التي نراها بحضور رسميا وشعبيا ودوليا واسع أقامت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية حفلة أبينا للشهيدة الصحفية شيرين أبو عقل بذكرى أربعين يوما على استشهادها برصاص الاحتلال هذا الحفل يستذكر فيه العالم الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال مع صدور تحقيقات جديدة تزيد التأكيد بأن الاحتلال هو من أعدم الصحفية أبو عقل في الوقت الذي يحاول فيه أيضا التملص من فعلته وإلصاق الجريمة في ظهر المقاومين الفلسطينيين الأبو الفلسطيني ليس ككل الآباء منهم الشهيد أو الأسير أو من ينتظر لقاء ابنه الأسير أو يبكي ولده الشهيد وفي يوم الأب العالمي يبدو المشهد مختلفا في فلسطين عن غيره من دول العالم نبي الغانم أب حرم من أطفاله وحرمهم لاحتلال إياه فقط لأن جنديا قرر أن يمطر جسده بالرصاص وبينما يحتفل العالم بيوم الأب يعدم الآباء الفلسطينيون وبعضهم يترك ليعيش كي يشهد استشهاد ابنه أو أسره حيا أو ميتا الأبو في فلسطين هي أبو ناقصة تماما يتشر الأب بالقصور بأنه لا يستطيع أن يحقق الأشياء الطبيعية التي يحتاجها الأبن إما أن يهدم البيت ولا يستطيع أن يوفر لهم مكان سكن إما أن يرتقي ابنه شهيدا ولا يستطيع حتى دفنه لأنه يتم احتجازه لفترة طويلة في الثلاجات إما أن يعتقل الإبن ولا يستطيع الأب أن يكون بأي فعل ومع غياب الآباء شهداء أو أسره يكبر جيل أبنائهم مع دوم الأمان فاقده بل مفصولا كل الفصل عن ذاكرة فيها حضن الأبي أو حتى اسمه الاحتلال الإسرائيلي أبعد والدي عني أو أبعدني عن والدي منذ نشأتي وعمر سنتين فأنا ما عشت مع والدي وما في أي مواقف إلي مع والدي يجلدهم صوت الغياب والحرمان ويتمنون لو يعيدون الزمان دقيقة واحدة كي ينادوا آباءهم بملء حناجرهم ويبرقوا هذه الرسائل التي لن تصل أنا كتير أحبك ويريتك كنت موجود معنا وكانت الحياة طبعا مختلفة أكتر وكانت أحلى بكتير وكنا دايما منتمنى أنك تكون موجود أكيد دايما منفتقده على سواء طاولة الأكل بالتخرج بمناسباتنا أنا خطبت كانت خطبتي لحالي ما كان حدا معي والدي ما كان موجود مشاعر الأبوة واحتماء الأبناء بظهر الآباء كل شيء طبيعي آخر يحرم منه الفلسطيني ثم يطلب منه أن يعيش مسالما ويمد يده كي يصافح من قتلوه من رام الله المحتلة أسيد سليمان رؤيا